بعد أن أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة F-16 إسرائيلية في المجال الجوي الإسرائيلي هم حلون السياسيون يطرحون سيناريوهات جديدة لمواجهة قادمة بين إسرائيل وسوريا سببها محور إيراني تواجد في سوريا ويستفز الإسرائيليين فمنذ عام 1982 ومنذ تدخل الجيش السوري في طرد قوات إسرائيلية برية من لبنان شهدت الحدود هدوءا نسبيا حتى اندلاع الأزمة السورية ودخول إيران فيها ليبدأ القصف الإسرائيلي منذ حوالي عامين على المواقع الإيرانية في سوريا لتخرج الأخيرة عن صمتها في غارات إسرائيلية أخيرة دفعت سوريا لتوجيه ضربة قاسية لأفضل سلاح جوي في شرق الأوسط كما يقول الإسرائيليون حروب ثم تهدئة ثم تصعيد عسكري هذا هو حال إسرائيل وسوريا فبعد أن هدأت الحدود الإسرائيلية السورية مدة لا تقل عن 36 عاما فبعد حرب لبنان عام 1982 والتي تدخل فيها الجيش السوري في طرد قوات برية إسرائيلية وحتى بداية الأزمة السورية عاش البلدين نوعا من السلام الهادئ ليعود التصعيد العسكري بين إسرائيل وسوريا إلى الساحة بعد دخول إيران في محور المعادلة السورية إسقاط طائرة حربية إسرائيلية من طراز F-16 من قبل الدفاعات الجوية السورية اعتبر ردا نوعيا وأولا من نوعه على قصف إسرائيل لمواقع سورية وإيرانية في الميدان السوري ففي السابق كانت سوريا تستكفي بإطلاق التهديدات والتصريحات الإعلامية بالرد على إسرائيل أما هذه المرة فاجأت سوريا الجميع بالرد على قصف إسرائيل لإثني عشر موقعا بإطلاق صاروخ على طائرة إسرائيلية في المجال الجوي الإسرائيلي أدت إلى سقوطها وإصابة طياريها تصعيد سوري إسرائيلي قيل بأنه سيصنع معادلة جديدة فبحسب المراقبين تعتبر هذه الحادثة بداية تصعيد جديد بين إسرائيل وسوريا في ظل وجود إيراني في الميدان ومساعن إسرائيلية بشتى الوسائل السياسية منها والعسكرية لمنع تعزيز النفوذ الإيراني في المنطقة والخوض في عمق هذا الملاف عبر خدمة سكابيا انضموا لنا مستشار الأمن القومي دكتور عنان وهبي مرحبا بك معنا دكتور عنان في بداية الأمر وقبل اندلاع الأزمة السورية وقبل دخول المحور الإيراني في سوريا شاهدنا على أكثر من 30 عام هدوء نسبة على الحدود الإسرائيلية السورية اليوم كان هناك نوع في هذا الأسبوع نوع من التصعيد العسكري الكبير قطارت F-16 سوريا كيف تقرأ هذا الحدث النوعي بين إسرائيل وسوريا نعم المنطقة برمتها موجودة الآن في مرحلة انتقالية يجب أن نعي هذا البعد يعني الانتقال من ترتيب سياسي الذي ساد في المنطقة على مدار عقود طويلة خاصة بين إسرائيل والدول المجاورة لا سلام ولا حرب والآن الفترة الانتقالية قبيل التسوية لكل ما يحدث في الربيع العربي قبيل الحرب الأهلية على كل مستوياتها في سوريا هناك انتقال إلى ترتيبات سياسية وترتيبات عسكرية وأمنية جديدة تريد كل الدول صاحبة العلاقة أن طبعا تهتم بمصالحها إسرائيل تريد الحد من هذا الاعتداء والتواجد العسكري وهذه كانت حادثة من الأحداث المتوقعة في هذه الفترة دكتور عنان يعني في حرب عام 48 وحتى 67 وفي 73 كان هناك تدخل واضح حتى في حرب لبنان عام 82 كان هناك تدخل واضح للجيش السوري في طرد قوات برية إسرائيلية من لبنان وعلى مدار طول هذه الأوام لم نشاهد أي تدخل عسكري هل تعتقد اليوم في ظل وجود محور إيرانية تعزز نفوذه في ميدان سوريا أن يحصل هناك تدخل عسكري إسرائيلي سواء الجو أو حتى عن طريق البر فيما يتعلق بهذا الموضوع نعم التواجد الفارسي العنصر الفارسي المتواجد في سوريا موجود هناك وبنى هذه الاستراتيجية قبل الأحداث الأخيرة في سوريا يعني قبل عدة عقدين من الزمن الأكثر بات الآن يشكل خطر على النظام السوري وعلى الاستقرار في سوريا له ترتيب عسكري استراتيجي يختص به يريد الوصول المتواصل مع حزب الله في لبنان وهذا يشكل خطر أولا على النظام السوري وثم على الدول المجاورة إن كانت عربية وإن كانت إسرائيل والدولة التركية التي كذلك تهتم بهذا الخطر وعليه هذا ترتيب عسكري يشكل خطر ويغير كل وجه المنطقة نعم إذن الدكتور عنان وهبي مستشار الأمن القومي شكرا جزيلا لك كنا تحدثنا عن محور التصعيد العسكري ما بين إسرائيل وسوريا فيما يتعلق بإسقاط طائرة F-16 إسرائيلية والحديث عن سينياريهات جديدة لربما في المنطقة وخصوصا في الميدان السوري الذي يتعزز النفوذ الإيراني داخل شكرا جزيلا لك دكتور عنان وهبي مستشار الأمن القومي مشاهدين الكرام فاصل دعائي قصير ونواصل مداراتنا البرلمانية والثقافية وشخصية الأسبوع نختمها بشخصية الأسبوع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو والمدار الثقافي يتحدث عن السينما الإيرانية في عقاب مبادئ الثورة الإسلامية الإيرانية في ذكراها التاسعة والثلاثين فاصل قصير ونواصل ابقوا معنا اشتركوا في القناة